فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ثم جاء فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط لداءه فكنس الكناسة في لدائه وكنس الناس نعم كان بيت المقدس مملوءا بالأوساخ والأوحال إلا أنه كان في قبضة الكفار وكانوا يهينون المسجد فعمر رضي الله عنه نظفه من هذه القادورات وباشر ذلك وكنس في ردائه رضي الله عنه فباشر الناس ذلك ونظف المسجد من هذه القادورات